اشتركوا في القناة يعني اليوم موضوعنا اكيد الموازنة وشو الاصلاحات اللي عم تنبحث ومننا نشوف نحن وياك اذا هالموازنة اصلاحية او عم نشوف كأنه هيك نوع من تخبط لدى الوزراء علاجية منسمية اذا بتحبي من جلسة الى جلسة يؤجل مجلس الوزراء بتى البنود الساخنة في الموازنة هل يتهيب غضب الشارع في حال المساس بالرواتب ام هو فعلا يدرس البدائل الممكنة اثنتا عشرة جلسة حتى الان لم تكن كافية وغدا ربما تعقد جلستان اليوم وبعد كل هذه الجلسات الماراتونية ارتأ الوزراء ان يتقدموا باقتراحات اصلاحية والسؤال لماذا تأخروا في تقديمها حتى الان فيما كانوا يبحثون في مكان اخر هو اقتطاع الرواتب هل هو التخبط والعشوائية وهل تنجح الحكومة في اصدار الموازنة في شكل اصلاحي ام ينهار كل شيء فوق رؤوس الجميع اهلا وسهلا فيك بساطة لبنان استاذي فيولات غزال بلعة شكرا اهلا فيك قبل شوي انتهي الجلسة هذه رقم 12 يعني عم نلاحظ انه جلسات الاخيرة مش عم تتخذ فيها قرارات مهمة وبنفكرة اخر الجلسة بترجع بتعود بيعدوا جلسة بيعنوا عن جلسة جديدة شو السبب برأيك؟ بدون يحكوا عن الرواتب وخفنين؟ اكيد هلأ تحت توضية الشارع صار فيه شوي انكفاء بالموائف العلنية للوزراء وبالاخر صار فيه تحفظ انه وزراء بيطلعوا بيحكوا خارج المجلس بيسربوا هلأ انا بتصور انه كانت مقصودة اول مرة لما نحكى عن اقتطاع من الرواتب وكان جلس نبض من الحكومة تشوف الشارع بيتحركوا وما بيتحركوا على وقع اي تحركات يعني انا بتصور كانت مفاجأة تحرك العسكرية المتقاعدين بهالشكل بالاخرص مبارح لما مسكروا مصرف لبنان بكل فروعه وانا بعتبر انه محل الغلط راح واليزين يروحوا عن محل آخر يعني معلوا علاقة مصرف لبنان بهالقرارات المهم انه كمان ايضا كان في تحرك لأسات الجمع اللبنانية عندك القدات الاتحاد العمالي العام المؤسسات المستقلة كلها ضمان الاجتماعي يعني كانت جاسة نبض اكيد ما كانت بتوقع الحكومة انه يكون في هالقدة شارعية يتحرك وهالقدة يتميذى بالتحرك يعني كمان عم وظفي مصرف لبنان تعطى للبلد ليومين ان شلت الدورة الاقتصادية بالكامل هلا كمان الحكومة بدنا نكون منصفين عندها عليها حق عليها حق انه ما درست خطواتها من الاول حتى ما تكون عم توحي بقرار تجاعتين كيف تاخد قرار اخر وهذا بيأكد العشوائية اللي كنت عم تحكي عنها بالمؤدمة يعني لو كانت الخطة مدروسة والحكومة عارفة شو بدا واصلاح صادق عم تعمله شفاف كانت بلشت من حالة من اهل السلطة ونزول كانت بلشت من فوق لتحد يعني كانت بلشت توقف الهدر بالادارات العامة ما يحكي عن الصفقات يعني كل شيء بيثير الشبهات كان لازم هي تشيلوا كل شيء معقولة عقود وهمية شركات مؤسسات قبل ما توصل على الرواتب اكيد لانه الرواتب اذا جمعناهم مع بعضهم ما رح يعملولها وفر بمقدار ما تكون عم بتعالج نقاط اصلاحية فعلا بشكل بالعمق بقلب الموازنة نعم يعني برأيك اليوم تحت ضغط الشارع وشافوا يعني عملوا يمكن سألوا شو ممكن يكون في تحركات خلاص ما بقى رح يرجعوا يحكوا عن الرواتب الرواتب حسب المعلومات اللي تويتر اطلق لنا انه ما بقى فيه مس بالرواتب فيه هناك مس بالتعويضات والمخصصات ومش لكل العسكريين حتى المتقاعدين حتى الاصحاب سقوف العالية هو الوزير الدفاع حكي انه بالنسبة للعسكريين فيه نقطتين يعني بس تدبيرها متلاتة وثلاتة بالمية ضريبة تقريبا صار محسوم تدبيرها متلاتة بس فقط العسكريين اللي موجودين على الجبهات وهذا شي محق اليوم اسمعنا كلام انه وقف مخصصات البنزين ايضا شي محق لانه ما بتقدر الدولة يعني تنفك بهالبزخ حتى على موصفينها طالما انتاجيتهم ما بتوازي اللي عم بياخدوه طالما هي بوضع يعني هي مديونة مفروض تكون بوضع تقشفة يلي عم بتقشف ما بيقدر يعمل هيك هلا هيدي من ناحية علاقة الدولة عم نحكي والسلطة بالمجتمع مجتمع الموظفين القطاع العام ولا المجتمع يلي ربما رح تلحق فيه بعض الدرائب هلا ما في درائب بس عم نحكي نحنا بالممارسة رح يكون فيه لمجرد ما يكون فيه دورة اقتصادية هيدا مش منيح يعني لمجرد يكون فيه لا استقرار سياسي فيه مناكفات بين الوزارة هيدا ما بيشيع اجواء مطمئنة لمناخ الاعمال والاستثمار وهيدا يعتبر ضريبة للمجتمع يعني منه ضريبة حسية مادية ولكن كل منه معوق صحيح للدورة الاقتصادية هو مثل معاقبة كأنه نحنا عم نعائب حالنا بالنهية ما هو بيكفي ستألان إذا بدنا نقول بس الوضع الاقليمي أهم معوق هلا عم بيترجم يعني وما بعرف لوين رايحين بعده مفتوح على أفق غامض بيكفي المشهد هاليومين من ميناء الفجيرة للسعودية اليوم ووقف ضخ النفط صحيح الوضع صعيب لازم نداري الوضع أكتر من هناك طيب يعني اليوم حسب ما يعني قالنا من دوبنا بالجلسة كان فيه هيك يعني كان فيه مناكفات شوي يعني مثل الوزير الدفاع على ما بده يقدم الأرقام طيب أقوله قبل ما وزير الداخلية تقدم يعني بعدنا فيتين بهال ما بعرف كيف سميها مزيدات وهالتأخير طيب هيدا كيف ينظروا المجتمع الدولي اللي قالنا هون هلا أكيد هيدا مش غريبة لمونيكا فيت داخل مجلس توزر هيدا حكومة التسفية يعني هني منه جسم واحد والتسفية لأنه منه أساسية وأصلية بيانت على زيفة بشكل كتير بكير يعني بوقت كتير مبكر التسفية غلط يعني هي مساكنة غير محبة بين الجميع وهيدا الشيء نحن عم نلمسه وحتى صرنا بالإعلام عم نتطمن على صحة مجلس الوزراء اليوم كان جلسة استخنية واليوم كان جلسة هادية يعني ما بعرف لوين لوين هالمود بدي ياخدونا إيه إنه لوين بدي ياخدونا أكثر من هيك نقدر نتطمن على أحوالهم أكثر هيدا عند يعني الوزراء عندهم مسؤولية اتجاه المجتمع بدهم يكرروا الموازنة يعني ما في قصة دلع ولو دلع سياسي مسموح ببعض الأحيان ولكن هون مش مسموح ما عنا ترى في الوقت أولا الانفاق الاثنائي عشري بينتهي بنهاية نهاية آيات هيدا مدد من كنون الثاني ورح نرجع نمدد يعني هيدا نحنا يعني شو معنيتها عمليا هيدا فوضى مالية عم نعيش فيها وإقرار الموازنة ما بيجي من بعد ما نحنا نصرفها يعني إذا فتنا على حزيران تتقار الموازنة يعني راح نص السنة عمليا ما في بلد بالعالم بكل موازنة متل ما قررينها بال2017-2018 من بعد ما أنفقناها يعني هوني ما عنا بقى مجال لا نزارك بعضنا ولا نكيد بعضنا في مصير بلد بالداء في مصير موظفين ومستقبلهم طيب بس يعني سمعنا الموازير باسيل كمان كعامل مؤتمر صحافي طويل نسبيا بالنسبة لأنه جاي عم بقدم اقتراحات اليوم داخل الجلسة أخد ساعة تقريبا مدخلته طيب هؤل الأمور يعني مش لازم يكونوا مدرسين مسبقا أنا استغربت كيف الجلسة 11 يعني بيتباحثوا مع بعضهم ووزارة المال بتبني إذا فيه إشي قبل ليش مثلا وصلوا للرواتب يعني حكي عن إشي كتيري مش هو وحده حكية يعني بس إنه جمعهم يعني جمعهم إنه قفال المؤسسات غير المجدية المساهمات المؤدمة مرفق بيروت زيارة مدخيل ضربية هون رفع الضريبة على المصارف هلأ بنسألك عن كل واحدة منهم طيب وفي وزارة آخرين قدموا ضرائب يعني المواطن بيسأل إنه هلأ فيقوا على يوم صاح معه حق المواطن لأنه بالجلسة 11 مش مسموح نرجع نحكي عنوين طريحت من أول جلسة وعم تطرح قبل الجلسات يعني ستألع أن نحن عم نحكي كخبراء اقتصاد بدي أحكي بس وكسحفيين اقتصاديين معروف وين ما كان من الوجع بالموازنة وين الهدر وين الانفاقير المجدي وين المفروض يعالجه وين الإصلاح بده يكون ما هو لي عنوين عامة أنا استغربت لما عرفت إنه الوزير جبران بيستيل عنده مداخلة هلأ كثير منيح كلهم يعطوا رأيهم ويشاركوا بس كان لازم من الأول نحن ما مننطر 11 جلسة تنجع نحكي ياللي أريد نحكي يعني اللي شبعنا حكي منه صحيح نحن عم نطالب بإقفال المؤسسات وعدم مد الجمعيات بالدعم والهدر وين عم بيكون مرفق بيروت يعني صرنا عم نشوفوا على التليفزيونات يوميا بتقارير عم تحكي عن فساد وعن هدر بس إنه طيب فإذا لا ما بيقدروا ما بيقدروا يعني وجهوا بابا عرفها لا بالسياسة كل طرف عم بيحاول يسجل نقاط على طرف آخر يعني ما كامل الهدر عرفوا معروفة أكيد معروفة طيب لا ما بيفوتوا على ياوبين هو هو هيك المفروض يصير وهيدا استغراب المواطن وهيدا ردة فعل المواطن لما بدو يجي يقربوا على جيبته قبل ما يقربوا على هالما كامل الهدر صحيح مخصصات أيام كتير مبالغ فيها لبعض الفئات بالقطاع العام يمكن هون لازم تندرس ولكن من حيث المبدأ الدولي بدأتبلش التقشف من عندها هي قبل ما اطالوا عند الآخرين وماهن حق لردة فعل صحيح أكيد من الهدر يعني هيدا هيدا فينا نحطه تحذ عنوان يعني الفساد أكيد البرنامج اللي قدمه الوزير بسيد المحلو صحيح يعني يوم مثلا ما بيكون فيه تهرب يعني تهرب الضريب تهرب الجمركي هو اللي قاتلين للإرادية طبعا الموازنة صح بد يكون عندها آلية تنفيذ على الأرض تكفى الجباية أمويلة مثل جباية الكهرباء عطول من نادي جباية الكهرباء المفروض تكون ما بعرف إذا الدولة مش قادرة فيه طرق كتير بالعالم ما بدنا يعني نبتكر آليات جديدة فيه الخسخصة فيه أشكال متعددة للخسخصة بدون ما تستقيل الدولة أو تبيع مرافقة فيها تكون مشرفة عم بتدير بس مش على شكل ما عملنا بالحكومات السابقة بقطاع الاتصالات لأنه روحنا له ورونه وخنقنا إراداته نعم الدولة ما بتكون أبدا بمجال أعمال ناشحة الدولة تيجر فيه شي لهذا كل شيء ومعروف في كل العالم مش بس ينطبق على لبنان كيف إذا على دولة مثل لبنان يعني إحنا صرنا مثل دول العالم التالي بدرجات الفساد والهدر والمحسوبيات يعني هيدا مناخ ملائم لا تعيش فيه يعيش فيه الفساد بكل رياحة ما عنده مشكلة أكيدا نحنا هول النقاط اللي حكي عنا الوزير بسير محق هي ملخص ربما عم بيجع يمكن يعمر سنتاز لمجلس الوزراء ما عرفت شو القصد منها ولكن ما بيدور بس بدنا إقرار عسريع الموازنة لازم تطلع بس عشرة تكون موازنة إصلاحية مش موازنة إجراءات يعني علاجية فقط شو بده يصير في جلستان يمكن بكرة صحيح بكرة في جلستان منيح مش ثلاثة لأنه 13 البعض بتشاعموا منه منيح لأخذوه على الـ 14 بده يمكن درس أكتر وبتمنى أنه يراجعوا أكتر ويعرفوا فعلا بأخلاقيتهم السياسي وضميرهم المهني السياسي يعرفوا وين يروحوا فعلا على مكامل الهدر والفساد لأنه مش مسموح وما عنا وقت وما في يعني المحيط السياسي البيئة السياسية اللي عم نعيش فيها إقليميا ما بتسمح لنا بس إذا كنا وقعيين تنكون وقعيين نعم يعني إحنا سنينهم نحكي وكل الناس بيحكوا مكامل الهدر بس ولا مرة حدا دق فيها 100% إصار فيها قطوة خجولة ورجو عنا اليوم في شي بدون يخدو لمرة واحدة في أرقام يعني إيهلو إخر شي إنه بعد في 500 أو 600 مليون هولي وقفين عليهم عم بجربي يخدوه من غير مطرح مش عم بيعرفوا من نمزل بني نتفو شوي من هوا شوي من هوا طيب إذا يوم في موازنة بدي يقروا بالنهية أو بدون يعني أنه فشلون إذا ما قررت منوعة بمشكلك أكيد ما فيهم ما يقروا لا 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 هدي إقرار الموازنة ما بيقروا رح يلاقوا يعني كل من كل المطرح شوي رح يلاقوا من كل محل شوي يعني رح ينعمل مثل تسوية ربما تيوصلوا لهيدا الرقم وبس في محلات يعني التهرب الجمركي بيوصل أرقامه بالمليارات يعني التهرب الضريبة إقفال المعابر عند الحدود المشكلة يستقلان نحن عم نشتغل عموازنة 2019 بده يعرف مجلس الوزر هيدا التقشف والإصلاح مطلوب منه على خمس سنوات يعني نحن ما فينا نعمل سنة إصلاح وننزل العجز بدنا خطة سنة الجاية نرجع مثل 2018 يطلع العجز ثلاث مليارات ونص لا ما بتصبط مع سادر بدنا واحد بالمية نزل العجز على خمس سنوات يعني هيدا مسار إصلاحي طويل الأمد متوسط الأمد على خمس سنوات ما فينا نطلع منه ما فينا يعني يعني لمرة واحدة فقط بدنا يعني طويل وببين أنه في خطة بدنا نأكد للمجتمع الدولي جديتنا كدولة بالإصلاح لحتى إذا أخذنا هالكروض يلي هي جاهزة ويقال أنه البنك الدولي أول مليار ناطر بده يحرره للبنان بس ما بيعرف التايمينج المناسب لأن نكون إحنا عنا قبول لنقدر نحنا نتصرف فيه وإن شاء الله نعرف نتصرف فيه ما نصرفه مثل ما أنفقنا مليارات السابقة هالمرة في مريقبة بندها تكون في مريقبة بس أنا بعدني كمان شوي عندي تخوف أنه في بعض مؤسسات لمجتمع الدولي صار بتشتغل باللبنان بتعرف لبنان وصار بتعرف طبيعة السياسيين وعند علاقات شخصية مع بعض السياسيين هيدا شوي بيخوف أنه ما تكون الشروط متشددة يعني المراقبة ما تكون متشددة كما يجب يعني بتفهبوا شوي الوضع أنه أي بدون يعتبروا أنه اللبنان حالته يونيك هو أنه عطول عنده خصوصية معينة هيدا لازم نطلع منها ما في خصوصية نحنا بلد عم نعيش وضع صعي إذا ما تقشفنا وما أصلحنا الوضع نحنا ما عنا نتيجة جيدة رح نجنيها أوكي يمكن هلأ في فئات تستفيد بينضخ شوية أموال بالبنية التحتية اللي إحنا بحاجة لأغلى لأنه ما عملنا لا سيانة ولا إعادة تأهيل من زمان وهيدا كله أثر سلبة على منيخ الأعمال يعني ما عنا لا طرقات ولا إنترنت ولا تلفونات يعني عنا كتير مشاكل بالبنية التحتية المسهلة لمنيخ الأعمال بس إنه كل شي لمرة واحدة يطبق أوش كل شي إصلاح زائف ببين درجة شنهاك هيدا الموزنة مبتوحة إنه كأنه معمول خطة ما فيها رؤية ما فيها رؤية ما فيها رؤية هي نقاط مجمعة كيف ننوافر مصارك كأنه أنا وياكي هلأ عم نختار عنوين وكيف لازم الواحد يوفر هيدا منيخ هيدا شق من الموازنة لازم يكون ولكن بد يكون إلا رؤية لأنه تكون الموازنة محافزة للنمو يعني إحنا ما بينفع بس نخفض العجز بدنا نحفز النمو بالمقابل كيف يتحفز النمو هون ما فيه يعني الموازنة مقدودة بالعكس معنا معنا سراتيجية مع أنه هي مفروض تحفز النمو صحح محافزة للنمو يعني تشتريت عدم فرض أي درائب جديد على المجتمع محافزة للنمو بدأ استقرار سياسي وليس فقط أمن بدأ مناخ هادئ لحتى الإستثمارات تجي بدأ بنية تحتية مقبولة بالحد لأدنى لا تقدر تشتغل بدأ ضمانات قضائية يعني المستثمر بس يجي على لبنان ونحن هلأ فاتحين كتاعة النفط والغاز قدام الشركات العالمية إذا ما ضمننا قضاء مستقلة ونزيح الشركات الأجنبية بتخاف لأنه المعقولة سيدي عندها نزاعات لم ي بدأ تحتكم يعني فيه عناصر عديدة نحن لازم نوفرها لما ناخد الاستثمار إذا أردنا أن ننهض بالبلد مش فقط نعالج المشكلة بدنا ننهض يعني عندنا دوب الأفورت بدنا نعمله وهيدي السلطة هي عارفة وكانت مستدى قبل الانتخابات ووعدت الناس أنه أنا رح أجب لكم المن والسلوة بس لما وصلنا على الجد وبعد ستشهر للحكومة وثلاث سنين من العهد بعدنا عم نلاقي حالنا نحن ورا بعدنا عم نلاقي حالنا أنه نحن أخدونا على محال نحن ما بدنا إياه لهالدرجة بقى بدهم يعرفوا أنه عندهم تحديات كثير كبيرة ولازم يكونوا قدى نعم طب في كثير بيقولوا أنه يمكن حتى لو حطينا أرقام وآخر شيء سكرت العجز المطلوب كأرقام لما بنجي على تنفيذ الموازنة يعني حساب الحق لما رح يكون على حساب البيضة هيدا مثل ما صار وقت اللي عملوا السلسلة هيدا مش مسموح ممكن يكرر هالأمر اليوم أنه حطوا إيرادات بس مش مضمونة هيدا بتكون فضيحة يعني أنا يعني مش مسموح بقى نوصل لها المرحلة يعني وقت السلسلة قدروها بـ 800 مليون دولار أنه بيغلطوا مليونين بـ 100 مليون تطلع حقها مليارين وأكتر يعني مش مسموح الدولة تكون هالأدية مش عارفة شو عندها بقواعدها حسبيا مش مسموح إذا ما عندهم حدا ياخدوا خبراء حقيقيين ياخدوا مستشارين فعليين بيقدروا يشتغلوا يعني مش عايبة بس ما يغلطوا بالحسابات لهالدرجة في عندهم خطط كتير لا إذا هن مش عم بيعفوا يقدروا فعليا مشكلة وحجم التقديرات نحن ما بدنا نبالغ نبيح حقي إنو إحنا بدنا نجيب مليارين تنقول بدنا نوفر مليارين من عنشة الكهرباء براح ندعم وبكرة منحط مليار ونص هلأ أسعار النفط عم تطلع مثلا هلأ لازم نكون في بلان بي حدا من الحكومة عم بيشتغل صحيح بد يكون عم بيشتغل على خط بلان بي إذا طلعت أسعار النفط صار في حرب مواجهة بالمنطقة أمريكية إيرانية شو بدو يصير كيف بدنا ندعم الكهرباء مش لازم نحن ننطل يغلى البرميل ندعمه نصير غير حسبات بعدين نقول إنو هايدي حسباتنا طلعت خاطئة جب أنت مسؤول مفروض تعرف قبل بوقت وتكون واعي للمشكلة وتعمل سياسات احترازية مش سياسات من بعد المشكلة شو بدي أعمل متل ما منعمل عادة مش مسموح أبدا سياسة طوارئ لا مش مسموح ولا مرة عملنا لجل الطوارئ وقت فجرت مشكلة النسحين عنا وصار في خلاف سياسي أنا استحلات ونديت كذا مرة إنو مجلس الوزراء ياريت بيعمل لجنة طوارئ يعني لجنة لإدارة الأزمات منا عايبة بكل دول العالم بتصير نحن عنا مئة أزمة قديش عنا أزمات ولا مرة حدا عامل لجنة إدارة أزمة بيعمل نعمل لجان وقت تكون عم نقتل مواضيع وبدنا نسكر ملفات وبدنا نحطها بالجوارير نعمل لجان ونحول عليها وخلص بس إنو لا بدنا فعلا كمان قصة النسحين يعني هلأ اترقتي لقلها كمان متروكة على غاربها مش معروفة يعني تدريجي وقت تنفجي يعني وحتى بالموازنة ما عم نحكي فيها كمان عم تأثر على الوضع الاقتصادي أكيد هي إلا تقل وأثر عميق على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لأنه النسحين السوريين المليون ونص عم بيستفيدوا من الدعم اللي عم بتقدموا الدولة للمواطنين اللبنانيين عبر أشكال متعددة يعني إحنا ما فينا نقول إنه هول مش موجودين أو هول ملفهم بعدين منعالجوا يعني هاي دي السياسة الهروب للأمام ما بتنفع لأنه بدو يجع كله يجي قدامنا بدنا نواجهه بدنا لازم نحنا نكون متحضرين للمواجهة مش نتفاجأ بالمواجهة نعم ولا مرة كنا محضرين يعني ما بعد للأسف هالسلطة كمان طرقتي للموضوع السلسلي يعني وقتها طرعت الأرقام ويعني هي جزء من المشكلة نحنا هلا وقعين فيها جزء كبير كتير إذا تحب يعني في عنا أتمرو إنجاز بوقتها إذا منحب نذكر وهللنا فيه وبركنا للمواصفين بس موارف هلا شو رائع نحنا نحنا بشكل عام يعني مشكلة القطاع العام بشكل عام حجمه حجمه كبير شو لازم نعمل لموضوع القطاع العام هلا قبل السلسلي كان مفروض للحكومة تعمل تنقي للقطاع العام لأنه أول شي حجمه كبير ثلاثة رباعه غير منتج فما فيك أنت ما بتكوني السلطة عادلة إذا بتعطي الموظف المنتج مثل الموظف غير المنتج يعني ما منقدر نحنا التوزيف السياسي نكافؤه بيكون أرادهو منه منتج وعم نكافؤه أكتر هون هايدي الخطأ الجاسيم لنعمل وضيف لهالحجم الكبير أساسا خمسة عشر ألف وظيفة انتخابية ها وضيف من بعد ما منعوا التوزيف هايدي جريمة العصر كيف هي صفقة العصر بره صفقة القرن هايدي جريمة القرن فينا نعتبرها مش مسموح يعني مش مسموح يشتروا كانوا الأصوات بوظيفة بوصيفة ع حساب الدولة هايدي جريمة بحق الدولة جريمة بحق المجتمع هلأ نحنا عم نعالجها هلأ في إذا بتسألي شي مسؤول أو شي وزير طب شو بنعمل فيون في عنديك أراء أنه لا أهولي مزنبون حرام بس في أراء تانية لا حرام الدولة حرام يعني نحنا حرام المواطنين اللي عم نصفعتها من حرام هلأ اللي بدون نشيروله من معاشاتهم أي بدون نشيروله من معاشاتهم يعني اللي عطيوهم بإيد رح يشيروهم بإيد يعني في ناس اللي رح يدفعوا ضريبة عن ناس تانية هايدي دفع على القطاع الخاص عن القطاع العام وقتقروا سلسة بس حتى ضمن القطاع العام هلأ الزيادة ضمن القطاع العام الموظف المنتج والملتزم بوظيفته عم بيدفع ضريبة دوبل عن زملائه القدامة يلي غير منتجين وعن زملائه جدد هلأ انضمه للسلك ما بيصير هيك لأن القطاع الخاص هو اللي دفع على الدرايب مرة الماضية صحيح صحيح دفع على الدرايب ما لازم يكون في مساوات بين هايدي مشكلة السلطة لما بتزرع الشقاق بين أبناء المجتمع يعني بدل ما تعمل السياسة عادلة توحد المجتمع وتخلي إيد وحدة متضامن من أجل مصلحة البلد ويحس فعلا إنه عنده انتماء لها البلد مشكل بين القطاع العام والقطاع الخاص بين المدارس يعني بالهيكل التربوي بين إدارات المدارس والأهالي بين الأسازة والأهالي وبعد ما أبضوا السلسلة وهلأ بين الموصفين والسلطة يعني ما بعرف هاي سياسة فارك تاسو دي ممكن بتخليهم يضلوا بمسؤوليتهم ما بعرف إذا أو هي بعشوئيتهم المعتادة عم بيتصرفوا فيها يعني مش مبرر لهالدرجة نكون نحنا مخبوطين بهالوضع يعني دي ما بيخلوا الحلول لللحظات الأخيرة ما بيعالشوا تحت الضغط بيشتغلوا هاي دي المشكلة لأن تحت الضغط تغذي قرارات خطأة لما بيكون الدرس مسبق احترازي احترازيا عم تغذي وكله معروف أنه رح نوصل لهون أكيد معروف لأنه من أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نحكى بالسلسلة وكان في كلام أكتر من كلام لمسؤولين وبينهم حاكم مصر في لبنان وقال السلسلة تعطى دفعة واحدة لأنه الاقتصاد ما بيمتصى بصير في تدخم خليها تقصط على خمس سنوات لو قصطوها من وقتها على خمس سنوات كان الاقتصاد متصى شوي شوي وما كان صار في تدخم عطيوها دفعة واحدة وقدروها غلط بـ 800 وطلعت مليارين وشوي يعني كلها خطوات عباسية لازم يتزغر القطاع العام لازم يتزغر ما بيصف يضل حجمه تقريبا 40% من الموازنة رواتب وقجور قطاع العام 38% من الموازنة هيدا جريمة بحق الموازنة يعني هيدا العبق الكبير والعبق التاني هو خدمة الدين العام والعبق التالي هو عجل الكهرباء هؤلاء تلاتة مسلس العجل أنا مسلسيتهم هؤلاء بدون معالجة بدون تركيز فوكس مزبوط يعني ما فيها هلأ اللي عم يخدونه بالرواتب منا هي المعالجة هيدا اللي عم نحكي عنه عم بياخدوا إجراءات وليس إصلاحات هن عم بيحاولوا يشوفوا كيف بدون يأمنوا مبلغ معين تينزلوا العجل نحنا عم نحكي أبعد تيجوا المصريات اي تيجوا الـ 11 مليار يعني ونشوف كيف بدون ينصرفوا بس نحنا عم نحكي عن معالجة حجم كطاع عام غير منتج يعني حجم كطاع عام مش كله غير منتج غير منتج بالقدر المطلوب منه ما بيسويد الحجم حرام الدولة لازم تطلع كله مثل بعضه المنتج وغير المنتج والدولة في مرافق لازم تطلع منها يعني ما لازم تضل فيها طالما هي عاجزة انه تديرها متل اتصالات اتصالات البور يعني المرفق فيه كتير مرافق عامة لازم تطلع منها الدولة ما لازم تكون فيها هلا عنا مؤسسات تعمل بزهنية المؤسسات الخاصة بس بعدها خاضعة لا إذا بدي إليك للسيطرة أو الهيمن السياسية لمن هيك التوظيف يكون سياسي فيها عم نحكي عن الضمان الاجتماعي عم نحكي عن الكازينو ربما عم نحكي عن في كتير مؤسسات اليد السياسية عم بتطلع يعني المؤسسات والمصالح المستقلة صحيح صحيح هولي كان مطروح انه انشالوا الأشهر الإضافية وعملوا ضربات وإلى آخر صح وهنا معهم حق يعني مش مسؤولية مش مسؤولية المؤسسات لما بيكون الإنسان مش مفروض علي يلتزم بالقانون لا يحاسب ولا يعاقب إيه لأ أنا ما بلومه بلوم أنا السلطة ومسلاش هالمؤسسات معاشاتها غير عن معاشات موظفية دولة العاديين مثل مين عم تقصدي لأنه في مؤسسات عندها وضعية خاصة في مؤسسات مثلها مثل المؤسسات القتالة نعم يعني مثلاً إيه مصر في لبنان الضمان وغير الضمان الضمان مش كتير اللي لازم يكون مميز إذا عم نحكي مصر في لبنان لأنه هو من ابن الصناعة المصرفية وراعية مفروض يكون موصفينه مثل موظفي الكتاع المصرفي يعاملون بنفس المستوى لا يقدروا يكونوا يعني أهل صناعة وحدة واستقلاليته هي أجوره و بيتحملها هو باستقلاليته التامة بس موصفين مثلاً آخرين عم نحكي هولي لأنه هولي مؤسسات مستقلة بس مدارة سياسياً اشراف تعينات محسوبيت فيها سلهم رتب رويتب مش طبيعي مش منطقي يعني لا يتلقى مع الوظيفة حتى يعني عم نحكي تنقول مصرف لبنان بده مهارات معينة بده خبرات معينة لأنه عم يتعاطى بصناعة مصرفية ترتكز على الثقة وعلى العلاقة مع الخارج طب الضمان الاجتماعي هلأ عم بيخد صورة تشبيه هلأ عم بيخد بس أنه ما بده لا خبرة ولا كافئة ولا عم نشوف خبرات يعني ناس عندها مهارات معينة صعبة نلاقيها بالبلد لأنه بتدفع المعاش على المهارة وعلى الخبرة بس ما عم نلاقي عم نلاقي طوابير الزل بعد وقفة مكننة منعمل يعني ما بعرف ليش متروك الضمان الاجتماعي محسوب على فئة سياسية معينة حتى لبلغ على طائفة يعني للأسف عم نحكي صرنا كمان بشكل أدية بس أنه متروك الضمان الاجتماعي محمي سياسيا طب هون قد بده تضل الدولة تحمل قد بده تضل الدولة تحمل ما حصلنا لمحل مأزق كبير أكيد وخطير المصارف كمان إلو نطور بالمشارك بتخفيض بتخفيض العجز وفرضوا ضريبة يعني زيادة ضريبة على الفوائد على الوداية على الوداية من 5% إلى 7% طيب هاي دي بس هاي مين بتكلف فيها مش الموضع هلأ في محل أكيد الودع رح يدفع لأنه المصارف وهذا كده عم تحاول هي تتجنبوا إنه هي رح تساهم وهي مفروض فيها تساهم لأنه هي بنتها المجتمع وكل حدا بياخد من خير المجتمع لازم يرد للمجتمع هاي دي المسؤول الاجتماعي اللي بشر فيها أنا بس بدنا كمان السلطة تكون هون كمان موضع صراع سياسي يعني في تلكيز على المصارف الجهة معينة المصارف ما عندها مشكلة إنه هي تساعد على غيرار مساعدتها ببريس 2 وقت لقدمي 3.6 مليار دولار بفايدة 0 ولكن هالمرة لأنه التجربة الأخيرة ما كانت مشجعة لأنه نوعدت إنه كون في إصلاحات بالمقابل كي لا نعيد التجربة مرة ثانية وصلنا للمرة الثانية من هلأ عم تشتريت إنه كون في إصلاحات ما بتقدر بعدين في الشقة الدريبة المفروض على قطاع المصرفة صار في إزدواجية بكذا محل هلأ في طماعية بالمصارف إنه هن عم بيحققوا أرباح بيقدروا يتحملوا بخلاف فئات أخرى بس إنه هيدا كمان بس في كمان إنه لازم مندق بالمصارف لأنه هن القطاع يمكن الناجح القطاع الناجح الداعم للمجتمع وللاكتصاد وداعم للدولة يعني هو الوحيد اللي عم تكتب بسندات الخزينة سندات اليوروبونت ما في غيره هلأ رح يكتب بسندات بفايدة زائلة أنا بتصور رح يوصل بفايدة واحد بالمية عم ينحكي إنه رح يكون في اكتبت بين سبعة أو عشرة مليار هيدا تكفل فيها رئيس سعد الحريري إنه هو يفاوض المصارف بس لغاية هلأ ما رفع ولا طلب رسمي على جمعية المصارف فقط يعني يتنامى إلى المصرفيين إنه في رغبة هلأ هنه بالجو ولكن بدهم يليقوا بالمقابل في إصلاحات في إصلاحات يعني بدهم إصلاحات فعلية جدية صادقة وشفافة ما بدهم فقط وعود حكيتي كمان أستاذي فيوليت غزال بلعة إنه في موضوع الدين طبعا والكهرباء يعني اليوم الدين العام هل في إجراءات لخفضه أكيد لازم يكون في إجراءات نحنا ما فينا نخلي الدين العام يتنامى بشكل مضطرد من الناتج المحلي الإجمالي لفوق المية وخمسين بالمية هيدا رقمع حسب حجم اقتصادنا كبير ما منقدر نحمله لأنه الدين عم بيتنامى وخدمة الدين عم تلحقه يعني العبق طبع الدين هو بيتمسل بخدمة الدين يعني كلفة الدين فنحنا عم ندفع الفوائد عليها وكلما ما خطرنا السياسية والأمنية ارتفعت كلما ارتفعت الفوائد يعني حكي آخر فترة إنه ليش رفع مصر في لبنان الفوائد بالسوق ليش المصارف عم ترفع الفوائد لا مصر في لبنان ولا المصارف بترفع ما خايف ومشاعر يعني عندك ثقة بالمستقبل أو ما عندك ثقة بالمستقبل هيدا اللي بيخلي ونحنا وكالية التصنيف في وكالتين وكالة صنفتنا سي نزلتنا على درجة سي وكالة خلتنا بي ماينس هلا نطرين وكالة ثالثة بدت تصنفنا إذا صار في منهم اتنين بالسي يعني نحنا مخاطرنا سي بينزل التصنيف مخاطر البلد عم ترتفع بينزل تصنيفنا يعني أوتوماتيك ما بيطلعوا فويتنا ما فينا نقترد من الأسواق أو حتى من هلأ أقرار الموازنة هو بأثر على هالتصنيف أو في توقيت لهيدا التصنيف هيدا بيعطي هيدا بيعطي انتباع جيد إذا كانت إذا تلمس المجتمع الدولي إنه في موازنة شفافة صادقة إصلاحية عندها رؤية هيدا اللي كنا عم نطلبه نحنا لحتى نعطي انتباع جيد لحتى ما تكون هي عم بتروح لدرجة سي ويكون يعني أوتوماتيك ما بس هي يعني عندها وقت معين بتصدر تصنيفنا لا هلأ تقريبا هلأ لأن كل فترة بيطلعوا تقارير وهلأ عم بيعملوا مراجعات يعني بعد يمكن حوالا الشهر بيطلع تصنيف بس هيدا خطورة لأنه هيدا بتأثر على كل شي يعني بتأثر على سمعتنا بالأسواق الخارجية وبتأثر عفويدنا برعو عفويدنا جوا والفادي متى ارتفعت جوا يعني ارتفعت الدان ارتفعت كلفة صحيح خدمة الدان يلي هي نحنا عم نعاني منها أساسا عم تاخد تقريبا تلت الموازن تقريبا عم تاخد 32% كمينا بدأ ترجع ترتفع ما عم تتضخم هالكلفة والكهرباء اليوم عملنا خطة يعني للكهرباء عملنا خطة وانا بدي أشكر بدي أشكر أنه بسامي جمير وحزب الكتايب والنواب العشرة يلي نضموا لقلو ومبنيتون زميلة زميلة بولايا عوبيان يلي عملوا طعن بقانون الكهرباء لكي يكون ملزم تطبيق الخطة لأنه أنا شخصيا كاد بي عن 20-30 خطة للكهرباء ما حدا ما ورا واحدة يعني ورا واحدة تنفذت فأنا أقل الإيميل إنه ما يكون عندي ثقة إنه رح تتنفذ هالخطة ميم ما كنا عم بيعدها أي تيار سياسي كان مسؤولة عنا بغض النظر أنا ما عندي ثقة ولو إنه هلا نحنا تحت الضغط الدولة وسادة صحيح ما بيمنع كل عمرنا كنا تحت الضغط ستقلان كل عمرنا كنا عنا ظروف معينة بس إنه أنا هلا ما عندي ثقة كان بس مع الطاني اللي تقدم واللي عم بيتتابع ومشكور مجلس القضاء إنه كمان لازم نحنا نضمن التزامات ووعود وقوانيننا نحنا عنا سلة قانونية مهمة كتير وتشريعات مهمة اسمهم نطبقها هاي المشكلة هلأ عنا أنون أو قطة كهرباء بدنا نضمن نوصل لكهرباء ياختي ماشي ما بدنا 24 24 صرنا أنوعين 20 على 24 صحيح إنه 20 على 24 بحد أقصى ماشي الحات بس بدنا قطة كهرباء بدنا نبني معامل ما بدنا نضل نستأجير ما بدنا المؤقت الحل المؤقت عطول بتقدم وهيدا مكلف أكتر بدنا الحلول الدايمة الجزرية معالجات جزرية هاي كمان منا يعني مسكورة بالموازنة يعني موضوع الكهرباء بلا موضوع الكهرباء من بعد إقرار الخطة أكيد مبلغ ملحوظ لقلها وهي الوفر فيه وفر أساسي بس بدا وقت لحتى تصير ايه أكيد بس في الوفر بده يبلش منها يعني فيه وفر أساسي بده تحققه هلا يمكن مش بال2019 بدا وقت لا أكيد بس عم نحكي المفروض تكون الكهرباء إذا تنفذت الخطة وإذا أسعار النفط ما حلقيت ما صار فيه حرب عسكرية بالمنطقة مواجهة ما بعض من أي نوع بساعتها يعني إذا طلعت أسعار النفط كيف تنعكس على الموضوع؟ تنعكس أكيد سلبا لأنه كل فترة ستكون أغلى يعني موازنات كهرباء لبنان معمولة على أساس 25 دولار برميل النفط ما تحرك طلع البرميل إلى المئة وخمسين إذا منتذكر من خمسة سنوات رجع نزل هلأ معدل والإفرد تبعوا بين 65 و70 تقريبا 65 أكتر يعني هالليميت عم بيكون طيب بس إنه كمان في فرق من 25 إلى 65 هيدا القاب عم بتغطيها الدولي هيدا الفرق نحنا عم ندفع 8 يعني موازنة كهرباء لبنان عم تكون تقريبا 20 بالمئة منها هي 8 محروقات يعني يعني النفط رح تنعكس على على كلفة كلفة الصناعة اللبنانية على كلفة النقل بلبنان على كلفة كتير كتاعات رح تتأثر بارتفاع أسعار نفط بس لما الارتفاع عالمي ما فينا نتحكم فيه نحنا لازم نكون محضرين شوية لنتفايدة تمن غالي نقدر ندفعه تجاه تنسكر هالعجوزات اللي عم تطلع قدامنا نعم هلأ بالجلسات الأخيرة اتخذت يعني عدد من الإجراءات من بينها عم نقرأ هو الفرد ايه هولي تسريبات عم بيكونوا هلأ مبقى هولي مش أقروا مظبوطين صح لا مظبوط يعني عم بيطلعوا قصد قرمت على التهرب الضريبة مشان ندفع يعني درائب مفروض يكون من قبل قانون هولي هولي بيساهموا هولي بيساهموا بلا بيساهموا التهرب الضريبة باللبنان عنا مشكلة نحنا بالافصاح يعني تقريبا تلتر بيع المجتمع العامل بالاقتصاد لا يفصح عن حساباته مظبوطة عطول اللبناني عنده دفترين هيده مقولة مشهولة انه شركات عندها دفترين لانه انا بعتقد هذا نابع من قلة ثقة انه الدرائب اللي عم بيحطها المواطن مش عم بتروح لخدمة اقتصاده ولخدمة مستقبله فعنده عنده شك ربما انه هول اللي عم بيروح وهدر وصفقات وسرقات وإلى آخرين بدنا نحفز الالتزام الضريبي الناس لازم تدفع درائب بكل دول العالم قد ما ارتفع مستوى الضريبي المواطن او المنتج من الاقتصاد بيدفع 60 و70% نحنا بعدنا مستوى الضريبي عنا مقبول يعني بعدها 17 في العالم فيه خدمات مقابل هالدرائب هيدا هيدا اللي نقصنا نحنا اللي بدي اوصل لانه الدولة بالمقابل بدي اتطمن المواطن انه انا عم بيخد هالدرائب مش عم تروح هدر مش عم تروح سرقة عم فيك انت تفصح عن ارباحك وعن حسابتك الملية لانه انت عم تاخدهم من ميلة تانية من هيك لحنا عنا التهرب الدريبية اللي هو بده بده سياسات وبده مناخ وبده تسئيف لانه المجتمع عنا صار بعيد انه انا طبيعي اتطرب للدولة يعني تكون حزمة في الدولة الدولة بده تكون حاضرة حزمة صارت الدولة ما بعرف بعدنا هلا بالموازنة وكما نشوفها على الارض ما بعرف بعدنا انا بعد عندي شكوات شفنها حزمة بخط المنصورية اي هلا في فئة صغيرة من المواطنين ما بعرف اذا كان عرض عضلات انعمل يعني ما كان بده هالقدي يعني انا كنت بفضل للوزير انا ده البستاني مع احترامي لقلة وتحية لقلة انه كانت عملت هالاجتماعات مع المواطنين قبل مع اهل المنصورية يعني اجتماع واحد يمكن انعمل بس ما بيكفي طالما في شكوك واحد بالمية في مخيف على الصحة على صحة الاطفال والعجز ما لازم الانسان يستهتر يعني يقول انا عندي خطة بدي نفزها لا بدي انا طمنهم وبتسوية معينة هي الوصلة ضرورية تقنيا لانه خطة الكهرباء بتعتمد بشكل كبير على وصلة المنصورية وكذا وصلة مثلا بس مساعدة هاي دي فوق المنازل يعني وقت تخطيط العمل بإخر التسعينات بسبعة وتسعين مباري طبيعة الارض حتى الوزير العبستاني والمدير العام ساريقول ما في اضرار بعدين المدير العام ساريقول انه كله تأثير الحق المغناطيسي حسب قوة الحق والمسافة يعني لانه اشياء تقنية كان المفهوض يطمنوا الاهيلي علي اكتر وكان مفهوض يبددون كل هالمخاوف ويلاقوا تسوي يعني اذا الاهيلي ما بدون يضلوا فعلا بطريقة محترمة كان يعرضوا علي اشياء لانه ما يكون خطة يعني بس لا شك وسط المنصورية هي عامل مهم بتنفيذ خط الكهرباء هلا ان شاء الله نحنا بس مش انه نربح معركة المنصورية ووسط المنصورية وتقف الخطة بمحل اخر ساعة ما بنكون نعملنا شي وهذا تحدي للحكومة ولوزيرة الطاقة وان شاء الله بتنفيذ الخطة نحنا بنشوف الخطوات التالية كمان نحنا بنتمنى على اياما يصير في تنفيذ لخطة الكهرباء واكيد الطعن اللي قدمه الشيخ سامي اكيد بيعطينا امل انه الموضوع رح يتلاحق ما رح يكون موضوع متروك فقط للوزارة نعم كمان بدي اسألك عن هيدا رفع الرسم الجمركي على السلع المستورة دي عام المشك لهيدا شو مشكلته بس هيدا بفيد يعني هيدا بفيد السناعة اللبنانية لانه بيحمي السناعات الوطنية بيخفف شوية الاستراد نحنا بلد نستورة 80% او 82% من سلعنا وهيدا كتير ببلد بحجم لبنان منيك عنا عاجز بالميزان التجاري حوالى 16-17 مليار دولار لانه صادراتنا قليلة مقابل استيرادنا فالصناعيين اكيد بيستفيدوا منه ولكن التجار يلي هن معتبرين هنه متضررين فرض الرسم على كل الرسوم المستورة دي اكيد بيعمل ضرر يعني بده هيدا اللي منخاف منه انه نحنا بدنا قرارات مش عشوائية مش تحت الضغط بس يفرضوا ضريبة ضريبة لازم تكون يعني اكيد بدا تكون حسب يعني بده تكون متفاوتة صحيح حسب الدخل حسب الارباء حسب الفئات اللي عم تشملية يعني تنقول ضريبة الدخل كمان بده تكون عادلة يعني حسب في درائب نحنا ما هن عدلة ضريبية لانو العدلة مصبوط في دول ما عنده ضريبة الدخل ضريبة على استهلاك صحيح في دريبة وحدة او نحنا فينا نجمع ضريبة بسلة وحدة توحيد الضريبة بس كمان في قائمة الأسرية غير قائمة الفقراء زوية الدخل المحدود ما فينا نحط نفس النسبة ما كمان بده تكون في شوية تعادلة ضريبية يعني الدولة بده تكون رحومة شوية مع المجتمع بده هي تعمل بده تخفض العجز بده تحقق أرقام بحسابيتها بس بده تحط شوية مشاعر بده تحط رؤى أول شي بده تحط استراتيجيات بده تحط نفس اجتماعي معيشة بده تحس بالمجتمع نحنا عندنا ضائق الناس فعلا عندها مشكلة عندها أزمة يعني اللي عم بيشتغل هلأ مش قادر يكمل في بطالة كبيرة في بطالة لدى الشباب فوق 30% وهيدي نسبة لو نحنا شفناها عندنا بعدها 30% بس نسبة خطيرة يعني شبابنا صار طموحهم انه يكونوا عم يشتغلوا بره مع انه بره ما كتير في فرص عمل يعني ما انه بره جنت مش مفتوح المجال مثل قبل لا بدول الخليج ولا بأوروبا ولا بأميركا يعني كبيرنا بره في عندهم مرحلة صعبة رح تكون فما فينا نحنا نبعث مهاراتنا وشبابنا شبابنا المنتج هيدا هو اللي بده بني المستقبل اذا نحنا صدرني لبرا شوف شو خلينا مجتمعنا خلينا العجزة والاطفال هيدا بيكون مجتمع غير منتج مجتمع يعني عجوز ايه هرم بيكون غير منتج ما بيكون عندك اذا فقدت عنصر الشباب يعني نحنا يلي نحنا عم ندفشوا لبرا هيدا كارثة الكوارث نحنا هول شبابنا عم نتعب عليهم هني سروتنا البشرية ونحنا بنتميز كلبنانيين بالمخ اللبناني والابتكار ومنلاقيهم برا محلقين ليه بيكونوا محلقين هون اذا الانسان مليئ فرص يعني حقه يطلع لبرا لانه هيدا حياته ولكن لا بس كمان حق على بلده يأمله فرص محترمة ولائقة بتلاقي فيه بفكره ولو كنا بلده صغير يعني بس يعني كتير مقومات اكيد في كتير تجارب بالعالم نقلت الدول من محل لمحل بفضل سروتها البشرية يلي هي نقلتها مش بفضل لا تكنولوجيا ولا بفضل صناعة ولا بفضل زراعة العنصر البشري هو الاهم صحيح هو الباقي بيتطور مع كل العصور بس هو الباقي هو الاساس ونحنا بالبنان خطوصا متمايز مع انه نحنا عنا سروات كتير كمان طبعا عنا موارد صحيح سياحة اثار ما عمنا عرف كتير اميتها هلأ عنا موسم سياحة انا بتمنى شوين في امل بالسياحة يعني حكيوا كتير السعوديين والماراتين انه بدون يجوا لا السنة حسب التوقعات وزير السياحة متفائل من وجره تحية الوزير افاديس كده نيا في توقعات سياحية منعرف الخلجين والعرب بيحبوا لبنان واللبنانية المختلفين بيحبوا لبنان بس بدنا نقمل لهم جو سياسي بدنا نقمل لهم بيقى نظيفة يعني ملف النفايات عنجاد بليز ارحمونا شيلوا النفايات لا من ورا ورا الشوارع القلفية ولا من تحت البحر ولا من فوق البحر يعني عنجاد لازم ملف النفايات يقفل لمرة واحدة في معالجات كتير بالعالم يعني بين المحارق وبين المطامر انا الحل التقني ما بعرفه ماني خبيرة بيقية ولكن كل العالم عم بيعالج نفاياته بدنا نلقي طريقة بتنسبنا ما فينا نحن نضلب بكيباش بين المحارق والمطامر ونخلص بيلي بالارض يعني اسوأ شي بمسنا هو انه لما بيجي السيح بيقول لبنان ما بينفات عليه ريحته بشع هاي دي بتهيننا كلنا سوا مش مسموح بقضل نحن مش مسؤولين بس هني مسؤولين هني مفروض يعالشوا مش مفروض يبقى الملف وبناشد الوزير البيئة صديقنا فديج ريساتي انه فعلا يكون عن يديته للحل لانه بده حل بدنا نحل ازمة السير مش مسموح نعلق بشوارعنا ونختنق بكرة بالشوف بدنا نقل مشترك بدنا نقل مشترك بدنا سياسة نقل لعننا سياسة نقل وصلت لمجلس الوزراء من سنة الالفين والالفين واربعة وما بعد هاي دي التجارة بالمريرة اللي عم نعاني منا عنا كتير خطط عنا كتير برامج عنا كتير وعود ولكن على الارض مش عامل لي اشي وانيك بعدها مشكلنا عم تتراكم للأسف بعد بدأسألك باخر الحلقة بعد عنا شي دي التان موضوع الدولار والليرة ديما ديما يعني موضع اخذ ورد شوف العالم ما يقلبه مصرياتون على الدولار العالم مش عم تقلب طوعا تقلق الهجم اللي صارت على مصر في لبنان من حوالي السنة المتركاج اللي نعمل التشكيك بكفاءة حاكم مصر في لبنان منواجله كمان تحية الاستاذ رياد سلامة والتشكيك بمصر في لبنان وبقوة الليرة ومتنتها هيدا كله بيصب بمصلحة خراب البلد الليرة متينة احتياطة مصر في لبنان بيغطيها خلونا على فردهم الليرة جيدة وحاكم مصر في لبنان اليوم مطمن بحديث للجمهورية وعطول بكل مناسبة بيطمن بس الناس بتخاف لانه ما عندها سئة في عنا أزمة سئة بين المواطن والسلطة بتخاف لانه في عنا تحركات غير مضبوطة في عنا سياسات غير واعية بتخاف عموا تدخلات لعمر هي ما بتنليم من هيك زرع الشكوك بيولد شو بيولد طلب بالسوق من هيك بعض الفئات عم بتروح تقلب دولار ليرة بس فعلا فعلا ما في خطر على الليرة وحاكم مصر في لبنان حمية وبيضم الله سلمتها وقادر يدافع عنها واكتر من هيك شو بدون بعد يعني ما بعرف بس بس يعني حملات يعني تنقر الموازنة وبين إصلاح إذا ما تنقرط وما بين إصلاح ما له علاقة ليرة دولار ما له علاقة بالموازنة لأنه كل عمرها ومن سنة عم تتعرض الليرة لهجمة شائعات وهجمة تحريد للتخلي عنا ليرة سليمة في هالفترة كمان هلأ أكتر أكيد أكيد هلأ أكتر والناس خافت أكتر لأنه صارت تشوف المشهد في كتير مشاكل متفجرة قالت لك لأ أنا بتطلع براس تعطى للبلد لأ والحكي عن إفلسات إفلس البلد وإنهياريت هذا كله بخوف الناس والناس إذا ما عنده حاجة لل ليرة تقلب ليرة دولار أو ما عنده رغبة هلأ عم بتروح صارت وهيدا الخوف عم بيولي الطلب وهيدا عم بيعمل ضغط بالسوق ومن هيك نخفض إحتياطي مصري في لبنان لأنه عم بيرفع عن الليرة نعم لأنه صار في طلب على الدولار صح بس هذا غير مبرر تقنيا الليرة منيحة بدنا يكون بمشكل اقتصاد يصير بمشكل كمان نقضي صح ما هيدي إنه بيغينا عن مشكل جديد وعننا موازنة بدنا إياها موازنة إصلاحية شفافة صادقة خالية من الوعود بس مليئة بالترجمات الحرفية والتنفيذية على الأرض بدأ من خطة الكهرباء لكل شي عميش بحاجة إن شاء الله يكون مؤتمر بلكي مؤتمر سادر هو بشكل يعني ضغط حتى نبلش هو بيعمل الراف بلد ضغط مش عم نقدر نستغل هو هلأ هن تحت ضغط سادر وهو الرافعة ولكن ما بيكافلة واحده سادر يعني سادر هو بيرفعنا لنوصل لمحل بس نحنا بدنا نكمل المسيرة يعني نحنا عنا مشوار طويل لازم نبني فيه البلد فعلا بدنا نبني فيه الإنسان قبل البشر قبل الحجر وهيدي بناء البشر يعني هو بناء الثقة مش شعر هو بناء الثقة بين المواطن والسلطة وإن شاء الله نوصل لها المرحلة ما يكون نحنا عم نحلم ونحنا بهالتمنى اللي أطلقتين من نختم حلقتنا معك السحفية الاقتصادية فيولاد غزال البلعة أهلا وسهلا فيك بسوت لبنان شكرا لأهلا منشكر المخرج بير جامو زمانتنا كارول كرام كانت معكم بهالحلقة أيلان زغيب عيسى شكرا للمشاهدة